هل يتكلم الليلة عن تحديث الماجيكس او الماجيك اللي هو الاصدار بتاع 24.1 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله طيبين يا جماعة ومنورين وتحية طوال كده من البداية لأخونا المهاجر السوري لأنه قلنا نحكي عن اللي هو الماجيكس اللي هو التحديث الجديد وتحية لكل المشتركين في الغنى اول حاجة معا لو لاحظت حاجة جانا تحديث جديد اللي هو 24.1 الاسم زاد فوق مشكلة تمام اول حاجة قبل ما نرتم كتير ونتكلم نمشي نشوف التطبيق ونشوف الحاصل شنو نفتح تطبيق الماجيكس لاحظ معي مما فتحنا الواجهة بتاعته في حاجة زايدة ما زي الاول اللي هو عندي هنا ملف التفعيل بتاعي فوق اللي هو في الماجيكس هنا 24.1 طبعا عامة احنا الاصدارات اللي بيكون عندنا 22 20 مثلا بعد كده بيجي بعد كده وبعدي واحد مثلا 22 واحد 22 الاثنين كده تمام دي بتكون شنو اصدارات طانية مستغرة لكن المستغرة الاول في الغالب بيكون اللي هو 24.0 بعد كده ممكن يجيلي مستغر تاني 24.1 يعني كالله حصل اسم زادته مما بدأ فوق مشكلة تمام كويس طبعا لسه ما غير من التطبيق ثاني حاجة فيه حاجة قامتها جديدة كاللحظت بين تسبيع اللي هو ملف التفعيل والرام ديسك في حاجة في النص اللي هي اسمه زي جسك اللي هو ده قلنا الاسم الجديد اللي هو حيكون للماجيس مانجر كاللحظت الخيار ده كان ما في موجود زهر جديد اللي هو زي جسك تمام اللي هو مكتوب عليه نعم يعني انت انفعله لو انت انفعله بديك لا تعالي نزل تحت حاللاحظ انه فيه اختفاء هنا اللي هو بتاع السيفتي نت الخيار اللي هو بتاع الفحص هنا بيقى مافي لانه قلنا قبلك حيختفي اللي هو السيفتي نت ده قدام حيكون مافي كله كله حيكون لحظت الخيار غير موجود ولو يدت هسه عملت فحص اللي هو تشك سيفتي نت حتلقي انه السيفتي نت عندك منتهي او باللون الاحمر دي الواجهة الاولى نمشي طوال انطير زي ما مقولوا للاضافات هنا حتلقي انه هنا وقت تنزل الاضافات تحت حتلقي انه هنا المتجر بتاعي اختفى مافي متجر تاني يعني تاني لو عندك اضافة تجيبها يدويا تبحث منا تفتش الاضافة بتاحتك وقمت تسبتها بعد ما سبتها لو في تحديث بتاعها نزل ما هيديك هنا الا تمشي تفتش التحديث وتجيب وتنزله شفت التعب الكثير ده كله احتمال لك ادام من موضوع تحل ما معروف لكن الاضافة حتكون يدويا والتحديث برضو حتفتش وحتجيبه يدويا كحد هنا ماشي نكويش نرجع تاني نمشي نشوف الضبط اللي هو الاختلاف بتاع الضبط هتلاحظ هنا في الضبط مصدر التحديث هنا ما ظاهر لك في القديم كان بديك مسلا مصدر التحديث مستغر او يعني كان بيكتب لك كناري كويس او بيكتب لك مخصص يعني بيكتب لك ناسي هنا ما مكتوب الا بعد انت ما تقش جوا هنا ما ظاهر ننزل تاني تحوق من التحديث ما في حاجة هنا اخفاء قاعد هنا ظهر لي اللي هو زجيسك كان لحظنا مكتوب عليه بيتا هنا زجيسك مكتوب عليه شنو بيتا يعني اصدار بيتا لسه ما بيقى شنو لسه تحت التعديل يعني تجريبي كويس طبعا الخياري بكون عندك مكفول انت حتقوم تفعله بعد ما تصبت هتطبديك يعني لو دار سبته بعد ما تفعله حيقوم بيعمل لك شنو يعادة تشغيل لانه لو فعلته ومشيت حتلقاه مكتوب عليه لا الا شنو الا تقوم تعمل يعادة تشغيل للجهاز عشان الخياري يتفاعل معك بعد ما انت تفتحه بعد هنا عندك الغايمة كويس انفورست ديني لست اللي هو هنا الخيار دا بفعل لك شنو بفعل لك الغايمة بتاعت الإخفاء اللي هي التحدي اللي دي الكمفير دي شمع يعني دي ما بتتفاعل معك اللي تفاعل اول حاجة شنو الخيار الفوق هنا بعد ما فعلته حتتفاعل معك هنا الغايمة حتلقى فيها تطبيقات عشان تقوم تخفية الغايمة القديمة اللي كان موجودة عندي اللي تحت عمل لها يخفاء كويس طبعا الغايمة احنا عارفين كانت وين ولا نسينا كويس نرجح بالغايمة طبعا كانت موجودة وين في الصلاحيات الروت كان موجودة فوق هنا لو ينتم تذكر معي طبعا هنا اختفت ودخلوا لنا شنو في الضبط بتاعي اذا عرفت هنا في الضبط عند شنو ثلاثة حاجات جات جديدة اللي هو زجيسك كويس وكون كونفرس ديليس اللي هو تفعيل الغايمة وحيديك الغايمة تحيد الاثنين حيكونوا مقفلات حتقوم تفعيلة منتها بعد نتفعيلة بعد كده شنو المجلس يشتغل معك ليه الكلام ده طبعا الزجيسك لازم تفعيلة لانه يخفاء الرد مربوط بها هي تمام اما هنا الغايمة دي انت لازم تفعيل عشان تخفي التطبيقات طبعا لو ما فعلتها ممكن في وحدة ضغوم المقام بتاعها وحنتكلم عنها بعدين هس تتمها وكدها لكن لا تمتفعيل الخيارين ديلي كويس واذا فعلت زجيسك لازم شنو نقول هتعمل عادة بتاع تشغيل لحد هنا احنا ماشيين كويس لانه لو هتفعيلت وما عمت اع تشغيل هنا هتلقي انه زجيسك مكتوب فوق وشنو هنا الحتة دي هم مكتوب لك نعم هتلقي انه شنو مكتوب لأ لازم تعمل عادة بتاع تشغيل ده الشكل لجريس شنو للمجل نمشي قبال ما نزيد الكلام تاني لأ تشيك التست تعمل تست هتلقي انه فاشل 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 هل ممكن اصلح السيفتي نت ممكن فيه وحدة اخر وحدة تكلمنا عنها بتاعت السيفتي نت لو تذكرين اثنين اثنين واحد لو سبتها هتعمل لك شنو سيفتي نت تمام لكن نحن ما نسي نسي لك 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 لاحظ عندي فاشل كويس نرجح هنا اللي هو المجلس منير بتاعنا كويس بعد ما الشكل اللي عرف ناه والإضافات اللي هو بتختفي عندك التست اللي هو بتاع سيفتي نت في الضبط بصهر لك ثلاثة خانات خانتين بتاع الفتح والخانة بتاعت اللي هو بتاعت القائمة وفي الإضافات باختفي عندك المتجر طبعا زي جيس كده وكت تفاعل في حاجة في الإضافات هتحصل لك في إضافات مفتد السرباء يعني قافلة فاتحة الإضافة بتكون شغالة ما عند أي مشكلة في إضافة لو تفاعلت زي جيس فعلت هتقيف معاك زي إضافة الريرو كلا حصة هنا عندي وقت تأجي للريرو هتلقى هنا شنو بقت ما شغالة لأن الزي جيس مفتوح إزا في إضافات لو شغلت زي جيس هتكون معطرة وفي إضافات لو قفلت زي جيس هتكون برضو ما شغالة وفي إضافات بتشتغل في الوضعين يعني كده وكده لسه المجلس ميجر محتاج تحديث زيادة يعني ما مشجع على التحديث الحاجة الوحيدة اللي إن كنت تلقاها ميزة فيه إنه بشتغل في أندرويد 12 وفي تطبيقات معينة بالعدد في القديم كان ما شغال في 23 وكل الإصدارات كان ما شغال إشتغلت في الإصدار الحاليس وذي عن كيف تعمل إصلاح وكيف تخفي المجلس مانجر طبعا لحدي 23 كان المجلس مانجر مكتشف طبعا فيه طريقة مفردة نزل وريكم كيف إنه نقدر نخفي المجلس مانجر وما نزلت لكن إن شاء الله هنزل لكم بعد الفيديو ده بشكل عام تحدس إذا إنت من الناس عندك تطبيقات محتاج إنه الإصدارة دي كون موجود ممكن تحدس وبعد كده حوريك طريقة إصلاح السيفتينيت اللي هو بالبلفة اللي قلناه قبل كده في آخر فيديو بتاع الإصلاح السيفتينيت وإخفاء المجلس مانجر حنزل له فيديو تاني حوريك يفتخ بالمجلس مانجر لكن لو إنت ما محتاج لدي وتطبيقات ما عندك ما في داعي لنك شنو تحدس نحد هنا إحنا ماشيين كويس كده احتمال الفكرة يا جماعة تكون وضحة لكم إن شاء الله لو في أي حاجة في التعليقات لكن لو إنت طبعا بالمناسبة في إصدار نزل جديد تاني اللي هو إصدار الكناري لو إنت متابع تلقي إنه الإصدار 24.1 ده يتغير نزل ثاني إصدار بتاع كناري كويس إشان كده لو ما على قدر كده ممكن ما تحدث ولو حدثت ممكن تخفي المجلس مانجر وممكن تصلح السيفتينت برضو من أي غير أي مشكلة والفيديو الجاي إن شاء الله حوريك كيف تقدر تعمل إخفاء للمجلس مانجر وحوريك حنزل الملف بتاع اللي هو صلاح السيفتينت حوريك كيف ورحمة الله وبركاته